الجسر ذو المسارين دعت كثير من المؤسسات الإعلامية ومنها منار للإذاعة والتلفزيون بتغطيتها حتى أن زميلنا يوحان جمعة تعرض للاعتداء وبعد تلك الحادثة أصبح الجسر الآن مضاء بالمصابيح مما سمح للمرة بالتعبير عن رضاهم التام شكرا للمشاهدة جسر الدبلفوع اليوم يضيء عن القمر وذلك بفضل جهود مضنية لرجال السلطة الرابعة التي شخصت المشكلة فوجدت العلاج فهذا زميلي يوحان صحفي معنا في مؤسسة منار للإذاعة والتلفزيون كان الذي اعتدى عليه قبل أيام وهو يقوم بواجبه المهني إذ يقطي الجسر الذي يحدق أو الذي ممتلع بالظلام ولكن اليوم جاءت النتيجة فشكرا لك زميلي يوحان من جسري ذو المسارين أي الدبلفوع النظيف عبدالكريم ساكن لمنار التيفي